بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحايا مسائية عطرة لكل مشاهدي ومتابعي قناة الشرق الفضائية في الموعد وموعدنا اليوم دائما ما يتحدد مع هذا الوطن الكبير هذا الوطن العظيم هذا الوطن الذي نحبه ونعشق ودائما ما نقدم له دماءنا وأرواحنا هيبة لهذا الوطن تأكيد الحديث عن الوطن يطول والمفاهيم تختلف في ترجمة هذه المشاعر والأحاسيس سلوكا وتعبيرا والحديث عن الوطن بالتأكيد كيف لنا أن نطور هذا الوطن ونقدمه كما هو وكما هو موجود داخل السودان في أعماق أبنائه أو كمسمى حقيقي واجب الاحترام في خارج الأوطان الحديث عن هذه المفاهيم خاصة ما تتجدد بالحديث عن الثورة السودانية وهذه الثورة المجيدة التي ارتقت فيها أرواح والتي أصبحنا نحن مسؤولون الآن أمام هذا الوطن وأمام هذه الأرواح بأن نقدم كل ما نستطيع لتكملة هذا المشوار العظيم الثورة السودانية التي قامت من الوطن يسعى الجميع ومن أي الوطن يقدم حقيقة كما قدم من قبل ونقدم نحن بذات الصفات كل ما يمكن تقديمه ثورة هي تعتبر ثورة مفاهيم وثورة تطوير في سلوك الشعب السوداني وثورة في تطوير حكوماتنا حتى نصل للهدف المرجو من هذه الثورة العظيمة نقدم لكم كل يوم أربعة سلوكيات مختلفة ومفاهيم مختلفة نعبر بها عن حبنا وعشقنا لهذا الوطن ونعبر بها ونمدد الطريق ببعض الاستراتيجيات البسيطة جدا لنستوعبها جميعا داخل السودان وخارج السودان أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها اليوم عن سلوك كي يعتبر هي من شكل السلوك الحضاري لأي دولة حلقة اليوم هي مسماها حقيقة يمكن أن يكون غريب ولكنه واقعي كيف لنا أن نتجاوز المحنة وكيف لنا أن نعبر عن الهدف الحقيقي لهذا السلوك حافظوا على وساخة مدينتكم بالضبط دي سمعته تحديدا كيف لنا أن نعبر بهذه الكلمة إذا كانت هي كلمة صادمة أو جملة صادمة ولكن بداخلها الكثير من السلوكيات التي يجب أن نتحلى بها وأن نعبر لبرى الآمن أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة ضيفنا لهذه الحلقة يوم الأربعاء وكل أربعاء سوف تحدث كما ذكرت وأسلفت عن مجموعة من السلوكيات المختلفة هو كاتب وناشط في مجالات مختلفة في تغيير وتطوير السلوك الإنساني وتغيير الإدراك والمفاهيم المختلفة وهو أيضا مستشار في تطوير الأعمال أهلا ومرحب بيها الأستاذ أحمد يحيزي أهلا بك شارفت الله يخليك أستاذ إيمان ومرحب بيك ومرحب ببرنامج في الموعد ومرحب بقناة الشلوك في ثوبة الجديدة بعد الثورة الثورة اللي بنترحم على الشهداء والجرحة فيها وربنا يشف إن شاء الله كل جريح فيها والارتغبة مجيبة الشهداء لأجل ربعات الوطن لأجل تغيير مفاهيم وتغيير كبير جدا على مستوى المجتمع فنتمنى أنه نصل للحاجة في يوم من الأيام كان بحلوم بها الشهداء لمن كانوا أحياء وماشين في أوساطنا إن شاء الله رحمه المغفر والمجد للشهداء هذه الثورة المجيدة وبالتأكيد حديث إن شاء الله سوف يطول في كثير من الحلقات هنتحدث عن عدد كبير جدا من المفاهيم المختلفة التحقيق مفاهيم الثورة حافظوا على وساخة مدينتك صادمة جدا نحن فعليا المفهوم الصحيح إنه مفروض نكون نحافظ على نظافة مدينتنا لكن السلوك اللي عندنا له هو بنحافظ على وساخة مدينتنا عشان نحيل أي معضلة أو أي إشكالية أو أي سلوك ينبغي المكاشفة المكاشفة في المقامة الأول إنه مفروض نعرف إنه سلوكنا الخاطئ هو إيشنو مفاهيمنا الخاطئ هي إيشنو ونشتغل عليها بحيث إنه هي تكون ماشا في اتجاهها الصحيح من خلال السلوك العام اليومي في أرقى أحياء السودان إلى أقل أحياء السودان عندنا إشكال كبير جدا في إنه بنحافظ على وساخة مدينتنا بإنه بنرمي دون اكتراس بنرمي دون اكتراس بإنه من أرقى أحياء الخرطوم أو السودان ككل بتلقى إنه في ناس كمية من الأماكن موجود فيها أكوام بتاعت كوش أكوام بتاعت وساخة يبقى السؤال ليه؟ السؤال لأنه بيكون بيشكل مبسط جداً الشخص صائق عربيته ماشي بشارع شي بقالورة بتاعت الله الحاجة الباردة والمياه الغازية والموية شيربه انتهى فتح قزاز عربيته بكل بساطة أما في الشارع الغالبية العظمة والسواد الأعظم بيعمل السلوك ده بشكل راتب و بشكل مستمر استعمل البنديل بدون مؤخصة شهر و رموت فهذا تبقى إنه الفكرة مين؟ إذا واحد برمي واثنين برمي وعشر برمي وخمس عشر برمو فبالتالي إحنا هنكون قاعد في مستنقع بتاع وساخة طيب ده على مستوى الشوارع تعالي نمشي نرجع بذاكرتنا لما نمشي السوق خصوصا الأسواق بتاعت الخدار والأسواق المختلفة بنلقي إنه في كمية من الأوساخ قاعد على مطار الطريق كبيرة جداً ينبغي إنه يحصل ترغي على السلوك الإنساني هنا فإنه نحن كل واحد فينا لو حافظ على الحياة وهو بيستعملها ختاها في الأقرب مكان بالنسبة له وختاها في أقرب مرمى بتاع الزبالة بيكون أفضل بكثير بالنسبة للبلد بل ما يكون في تكاليف على الدولة أكبر بإنه يا أخي يكون في حملات تضافة أكبر فلين إحنا نعمل حاجة هيجي غيرنا عشان ينظفها دائماً وأبداً هنا يوصل يمان بضرب مسأل بي حاجة وبقول إنه السلوك ده سلوك مشين سلوك معيب ونحن جواناً ميغنين حاجة لكن بنعمله برضو فدائماً هنا عندي تساول بقول هل الزول إذا قاعد في صالوم بيته أو قاعد في البرندة أو قاعد في الراكوبة أو قاعد في الأوضة بتاع بيته هل ممكن يفتح قارورة بتاع دموه يشربها وبعض ما يخلص رمية جوة بيته؟ قطعاً لا طيب إذا قطعاً لا الشارع ده حق عام ما مملك لك إنت فقط إنما مملك للجميع فإذا إنت ما ممكن تكون بتحافظ على ملكتك الخاصة وما بتحافظ على ملكتك الجميع فضي مصيبة كبيرة جداً لأنه دون اكتراس إنت في النهاية شايف إنه في شخص تاني حيجي ينظفه لكن إذا كان هو بيتكم إنت حتتطر إنك تنظفه فبالتالي إنت كنت حتتفكر ثلاثة أربعة مرات فإذا إنت بتفكر على مستوى بيتكم كده من باب أو لأنك تفكر في الملكية العامة صحيح عشان كده في شكال كبير جداً عندنا في البيع في شكال كبير جداً عندنا في الوساخة وفي الأوساخة الموجودة ليه؟ لأنه نحن بنسهم في صناعة الحاجة دي وبعد ذلك للأسف شيء بنجي نزمر البلد واسخانة البلد ما نظيفة الحكومة ما قايمة بعد دورة يس صحيح مفروض إن الحكومة تكون في حملات طاعة نظافة مختلفة ومتواصلة صحيح لكن إنه ما ممكن كلنا نحن ندرم السغل على الحكومة طيب يبقى في حديث مهم جداً في النقطة دي بالتعبير الصامت الصادم نوعاً ما اللي إحنا قلناه إنه حافظة على وساخة مدينتكم بيتبادر للذهن من البداية إنه نحن شعب نظيف نحن شعب جوا بيتنا دايماً بنحرص وبالعكس بنتباهى بالمسألة دي وبنشوف حملات النفيرة الموجودة في كل الأحياء اللي بيقوموا بها شباب وبيقوموا بها أبناء وبيقوموا بها حتى النساء والرجال فبيبقى إنه كيف إحنا هنقوم نحمل المواطن إنه يتحمل عبئة هذا المصطلح الصعب جداً على النفس السودانية وفي نفس الوقت المنحة الثانية اللي انت تفضلت به اللي هو علاقة بإنه هي المسألة مسألة لها علاقة بالحكومة بإنها موفرة إذا أنا ما عندي مواعين بتكون موجودة برها حتى هي محسوبة مساحتها أو مسافتها من كم لي كم هي ما متوفرة فأنا أعمل شنو يبقى هنا إنه نحن خلينا نشتغل بالعقلية دي إحنا شعب نظيف لكن بلدنا فيها مشاكل بنعملها بين نفسنا شنو الحاجات اللي انت شايف إنه مفروض إحنا نغير بالمفهوم طيب إحنا ما عملنا الوقت المفهوم صادم بإنه إحنا فعلا نظيفين لكن إحنا المشاركين وفعلا ومشاركين في هذه العملية الغير سليمة طبعا ينبغي إنه الحكومة تضع مثلا سلات بتاعت زبالة موجودة أو على حتى اللي جام بتاعت التغيير الآن شغالة بمجهودات عالية وعظيمة ومهينة أشكرهم بشكل كبير لكن برضو إنه ما بيبقى العزر الأقبح من الزمن يعني إنه حتى لو ما في أماكن تاعت زبالة مرمية زولة كاللي جيشرت تحت حلاوة شايل معك شنطة رجع جوا الشنطة شايل معك كيس خدتها في جيبك في حالة إنه ما في كيس خدتها في جيبك لما انتصل أقرب مكان بتاع زبالة أو بتاع برميل بتاع وساخة ممكن تخدتها فيه في حالة إنه معدومة ما فيه ما بنقول العزر الأقبح من الزمن بأنه نرمي لا ممكن تقوم تشيئة لحد ما تصل بيتكم تشيئة تفرغها من بيتكم في الكيس بتاع بيتكم فبيبقى إنه إذا السلوك ده بيقى عند كل فرد موجود في الشعب السودان في 43 مليون نسمة بيقى أنا من أخصى شمال السودان لأخصى جنوب السودان من أخصى شرق السودان لأخصى غرب السودان بندعام البيندهم ومفهوم ثابت بالنسبة لينا زي ما في العيد العيد مثلا كلهم أفصل ما بحني التاني الناس لازم تهني بعض تمام؟ على مستوى كل العيال زي ما هي تهنية مفهوم سابت بدون ما يلكزوك عشان تعملوه ومفروض يكون سلوك سابت بدون ما يلكزوك إنه نعملوه صحيح بذات المغدار الحكومة مفروض برضو تيسر كمية من المسائل تضع سلات على مستوى الشوارع بمساحات مدباعدة بحيث من الزوال يقدر إخدت الحاجة دي وبالعكس حتى بمناسبة الرواجع اللي بتكون منها تلقاتل القزازات تحت الموية ممكن إعادة التدوير وإعادة تصنيعا يعني في اليابان قبل سنوات طوال خدتوها في بحر قام ردموا عليها وصنعوا من خلالها كبري فقدر استفيدوا من الفائط الموجود الآن في كمية من الناس بيعملوا بها شغل في الكلور وشغل بتعديكورات موجودة على مستوى البيوت تركيا الآن واحدة من أفئة أهم المصانع لإعادة تدوير النفايات بالضبط ويستفيد منها البلد البلد تبقى عمضة صعبة وبتبقى عالي بلد بالنزب النزب فبدل ما يتبقى هي خسارة بشيئة البيوتية ستنفق عليها الشخص من الأفئة سألتون أننا سنفق عليها فسنعوا سنفق عليها لأنه يترمج في الشوارع و بسبب الموناسة بيعملوا حاجة اسوأ من أفئة يتريبوا بالنزب النزب ذي أختر بالضبط المفترض أننا نتبرين لديه في منطول مصانعات محاولة جهاز بلاستيك باكس بترمي على مستوى البيوت سترمى مستوى البيوت إذا كان البيوت فيها والبنزب بتشرب منه فإذا نحن نرمي الأوساخ في الحاجة فإنحنا مفروض أنه نحافظ على صحة البيئة والبيئة هنا يا أستاذ إيمان مع اللغ ضاون الحظر الحاصل في العالم ككل حصلت منه تغييرات كبيرة وضخمة جدا اللي هي نسبة سانوكسيد الكربون قل على مستوى الصين بنسبة 25% لأن المصانع قامت وكفت فالموضو ده ساهم في الارتقاب البيئة البيئة الثانية أنه سانوكسيد النيتروجين وسانوكسيد الكربون نقل في العالم في الهند في إيطاليا في شمال إيطاليا على وجه الخصوص في أمريكا في الصين الدول ده كلها سانوكسيد الكربون وسانوكسيد النيتروجين نسبة لاستخدام المحروقات قل لو حافظ على البيئة الموضو ده كوكل ساهم بزاوية تانية في أنه الإقلاق بتاع سغب الأوزون فالبشرية والكوكب كوكل قادر نعم ببيئة أفضل في حالة أنه تدخل يد الإنسان السافرة في كمية من الحاجات فنحن الحاجة كبيرة حس المصانع والقصص والتفاصيل دي جاد بمشيات ربنا بمرض بتاع الكورونا لكن الآن نحن الحياة في مغدارنا أنه نقوم نعمل أنه نحافظ على نظافة مدينتنا بدلا من نحافظ على وساخة مدينتنا بموضوع بيت أي زول وموضوع ساهل ما صعب ولو فتشنا الأعزار بأنه لا يوجد سبت في الاتجاه لأنه لا يوجد برميل لأنه أصلاً هذه الوطا وسخانة يجزوا من السلوكيات الفهم مشكلة أنه دائماً مرات الخطأ لما يكون موجود على مستوى المجتمع الناس تستسهلوا كيف؟ بيقول لك والله يوجد علي ما هي قارورة واحدة والشارع فيه زي خمسين ستين قارورة مرميل لا بيبقى أنه الفهم وين إذا أنت امتنعتها وزادي امتنع وعبادي امتنع وكل اللي امتنعنا مع بعض بيبقى شارع نظيف وكرة الصباح إذا تاني واحد اللي هو درامة تاني قارورة ما اعتمد على العقلية دي فكانت هتكون قارورة واحدة بس اللي ترامت من الشخص إحنا ممكن بعد ذاك كناس بنرفض هذا السلوك بنقول إنه ما كان من المفترض إنه تكون في قارورة أصلاً موجودة في الشارع صحيح لكن مسألة إنه بتغير المفهوم بالعكس بالطريقة السلبية بإنها ما جات علينا فده هيخلي أكوام وأكوام من النفايات الموجودة بضطنا إنه بزيد حملي كبير سنغافورة واحدة من النمازج نحن ذاته دار نطرح حلولة أصناها كلامنا إنه هنا يعني الدول كثيرة بتعمل شنو فإذا نحن كشعوب دائرين نرتغي بإنه يكون عندنا دولة جميلة نظيفة سمحة يضربا المزل ويحتزى بها مفروض نحن كشعب عندي يكون عندنا سلوك بيوصلنا للنبتضي سنغافورة كمثال الحكومة فرضت نموذج إنه ممنوع أكل اللبان اللبان ده ممنوع للناس تأكله ليه؟ لأن الدولة اللي قتل إنه الشخص لما يأكل لبانه بدون مواخذة يدعى اللبانة في الأرض فاستخراجه من أسفلته ومن الشوارع بكلفه مبالغ باهظة قامت عملت طوالي منعت اللبانة مباشرة مفروض لقوم يستخدمه في كثير من الدول ومننا كان حدث حدثت حاسة في ألمانيا إنه المواطن وصل لدرجة بتاعت وعي إنه بحافظ على نظافة بلده فكان في واحد في فيديو إنه رمى قارورة بره في الخارج في واحد واقف وراه في الشارع ومواطن يعني ما مزول لا بوليس لا يزول تابع للصحة لا تابع للبيع لكن رجع شلل قارور رمى لجوع عربيته فنحن مفروض إنه على مستوى السلوك الفردي نصل لدرجة بتاعت وعي نخلي بعداك إنه المجتمع حوالي النواعي ونواعيه ولو في شخص ارتكب خطأ في الاتجاه نواعيه بأنه صحة البيئة أهمية شنو؟ بالنسبة له هو ذاته بالنسبة له أسرته بالنسبة له الآخرين لأنه في النهاية زي ما ذكرنا سابقا بأنه صحة البيئة ما بتتوقف على الشخص ذات نفسه إنما هي ملكية وشارع حق عام صحيح برضو واحدة من السلوكيات أو سيما المرتبطة بالنقطة تماما إنه في المحافظة على البيئة في المحافظة على الآثار إذا طلعنا على النقعة والمصورات والبجراوية ساعتين ثلاث ساعات من هنا من الخرطوم بتلقى إنه في آثار عمره آلاف السنوات أكتر من عشر ألف سنة صحيح بتلقى شخص بكل بساطة الأرض بالتبلج والله ذكرى من محمد عوض يعني أنا شفتها بأياني ببضل يعني بنعمل توثيق حقيقة بشيء يضم القلوب إنه الواحد بيشوف الناس مفروض تعمل على إنه كيف ترمم ببضل إحنا بنكتب ذكرياتنا وقلوب وأسماء ومعاتحة رغم التلفون أو رغم السحاب بيكون بساطة الدنيا نعم يعني ده أسر بيكون عمره عشرة ألف سنة حافظ عليه وإيبا بضبطه أكتر بين عشرة ألف سنة حافظ عليه وإجيال سلمه لإجيال ما ممكن يجيزول ذكرى من فلان إفرام محمد عوض تضرب مثلا شان الناس مضمون تأخذها بشكل شخصي مثلا ذكرى محمد عوض بتكاتب رغم تلفونه فإنه والله يا خطة ممكن تخط التسكار ده في صورة تخط التسكار ده في صورة ده ترفع في سوشال ميلا ده ترفع في X في Y في Z ما في شكال لكن لا يعقل إنك تكتب في أسر عمره عكتر من عشر ألف سنة طبعا فإنت بتساهم في إضعاف البيئة بشكل كبير صحيح طيب جزء من السلوكيات دي إنه إحنا لما نعب قيمة الفاليو القيمة الفعلية بتاعة الموشة القيمة الفعلية بتاعة الشارع بنقدر نحافظ على ونحترمها أيضا جزء من عدم المحافظة برضو على الملكيات العامة إنه تلقي برضو الكتابة الموجودة وبنحافظ على وساخة مدينتنا بينهم نكتب تسكار في الحفلات صحيح الحفلة يكتب لك تسكار بيقلم الحمر كل قلم الحمر يكتب لك ذكرى من فلان وفلان والخط شين ذات كويش ويكتب رغم تلفونه وده لهم ما بين وسمار أصلا ونحت زي مقبول وبوض يعني سيد الحافلة سيد الحافلة لما انت نحت لي بيدبوس ولا بيقصة سيد الحافلة حيضطر يمشي إنجت الحافلة دي مرة ثانية لأنه حيكون شكلها كعب ودي في النهاية مملكة عامة بالنسبة للناس أي نعم هو سيدة هنا لكن بيستخدمين بيستخدمها جمهور ككل بيستخدمها السودان ككل الحافلة دي فبيبقى إنه إنت كده أضريت بشكل كبير جدا بالبيع تلقي برضو بدو مواخز الناس بتعكلها التسالي وبالتوف في الحافلات في البصات في الشوارع بيشيل الفول بينفضه بينفضه من جسمه لكي نقع في الأرض طيب الأرض دي ما ملكية لينا كلها صحيح ما ملكية ليك إنته هل ما وكن انت تشيله تنطفه وتاف في منديل ولكن في نفس الكيس أيوة سلام عليك في منديل أو شيل فرغ الكيس شيله ورجعه فيه أكفله شوف أقرب جرد الجنبك أقرب برميل جنبك أرمي فيه الحاجة دي نعم فنحن بنستسهل المسألة دي لأنه ما في رادع وهنا أستطرد في نقطة صغيرة إذا سمحت لي بي ذات الشخص ده إذا طلعناه من السودان وديناه دولة تانية بدعاقب على رمي النفاية والأوساخ في الشارع حيلتزم بالقانون بنسبة مئة في المئة بالضبط هيكون أكثر نموذج صالح لتنفيذ القوانين للأسف إنه بس خارج السودان ممتاز ليه هنا بيبقى هل ما في وازع ذاتي؟ هنا مفروض يكون في وازع ذاتي من الشخص ما مفروض يكون في رادع غانوني غانون مطلوب في الحاجة دي لكن إحنا ما مفروض نستجيب للحاجة دي بأنه إحنا مفروض نكون بروعاكتيف لأنه إستباغيين قبل ما يطلغوا مننا الحاجة إحنا نقوم نعملها مش إنه لما نكون في قانون موجود من الحكومة أو بجر رمي الأوساخ إنت تقوم بعد ذاك تقوم تمشي تستجيب للحاجة لأنه في بعض الدول مفروض على غرامات ممكن تصل بالمعادل بالسوداني 30 و 38 مليون سوداني يتبقى الشخص طوال يستجيب للحاجة دي كذلك بالمناسبة هنا نستطرد برضو بالنسبة لكورونا يا أخوانا في تباعد اجتماعي خليك على بعد كده من الشخص الآخر بيقوم الناس ما بلتزموا بالحاجة دي لأنه ما في غانون يعني الناس ممكن تستسهر المطوض على مستوصح حتى لكن ممكن استصعبها لأنه في غانون صعب جدا رادع في بعض الدول الآن موجودة تمام دون ذكرى اسمها للدول دي إنه في تباعد اجتماعي لو قربت من المسافة دي بيقل مباشرة بيعمل إليك مخالفة صحيح حتى في العربية السواق مفروض حتى لو ابن الزولة السعيقة لازم يكون في الخلف وإلا برضو تفرض غرامة بالضبط والناس مفروض تماما تاخد الاحترازات الطبية اللي ممكن تكون تخليها تعمل الحاجة دي تمام من ناحية بتاعت كمامات ومن ناحية بتاعت غيره ونحن هنا النقطة دي بمناسبة برضو نشير لا إنه كماماتنا نحن عاستي معانا في الاستوديو لكن ختينا عشان الحلقة صحيح الفكرة بتبدي هي موجودة وين هنا إنه ينبغي إنه نحن يكون عندنا وازع ذاتي محرك ذاتي دافعية من جو نفسنا إنه نحافظ على بيئاتنا نحافظ على بلدنا نحافظ على صحتنا البيئية ككل ونحافظ على صحتنا الذاتية خصوصا في ظل الوباء الموجود ربنا يرفعه مننا إن شاء الله فلا ينبغي إنه نحن ندفع الدفع عبر إنه قرامات مالية أو عبر رسيين دين نفسها النقطة دي يعني أنا كنت منتظراك تجي في الحتة دي تحديدا ليه سبب لهذا برجعنا لخلفية العقلية السودانية اللي هي هل هي الشخصية اللي ما بتمشي إلا بالجزاءات وبالعقاب وبالقانون مع إنه يعني في نوع من التناقض ممكن يكون في الموضوع دا إحنا ناس مبادرين شعبي مبادر دايما نحن بنحب المبادرات أسياد المبادرات حتى في مواضيع النظافة عندنا في كتير من مدن السودان الموجودة بتلقى حقيقتنا المكان أكثر من نظيف الحكومة ما عنده أي دور بل بالعكس الدور الأساسي والحقيقي هو موجود من أبناء هذه المنطقة ترتيب بتنظيم بجروبات بسيطة عاملنا في الواتساب وغيره وبذاته نفس الشخص اللي هو إنت ما بتلقاه إنه ممكن يمشي بالطريقة الصحيحة وهو في منطقته في حلاله نظيف جدا ممكن لما يجي للخرطوم ويلقاها إنه فعلا فيها السلوكيات السيئة فبنقلب على شخصته نفسها التركيبة دية التركيبة النفسية والعقلية دية كيف إحنا نقدر نوجيها التوجيه الصحب إنه هو لابد إنه ينتظم ويلتزم داخليا حتى نستطيع أن يكون هذه المبادرات موجودة في كل مكان في السودان وكل زمان في أدوار زي ما تفضلت إني زي ما تفضلت إنك في إنه اللجان الموجودة على مستوى الأحياء بيزعوا دائما إنه مدنهم حلالاتهم غراهم تكون نظيفة وتكون أحياءهم نظيفة لكن إنه زي ما قلتين إحنا نتناقض في سلوكنا والمزالة لغد ما ترضي الناس إحنا مرات بنحب نسمع الشكر وبنحب يشكرونه حتى الحاجة دي نحن عندنا في طبعنا كسودانيين إنه الحاجة دي لما نشكر خصوصاً من الخارج ومن العجال بنشوف إنه حاجة دي والله محملة إحنا أغانينا ذاته قائمة من قديم على الشكر أصلاً بالضبط فهي دي حاجة كويسة لكن ينبغي أنه التقويم على مستوى الحاجة الماسريمة طيب بيبقى إنه هي مفهوم أساسي الطماغ والدجائفة إنه عدم الإحساس بملكة الحاجة وأنا دايماً بعز الحاجة دي لتربية الوطنية القويمة بالضبط إذا نحن عندنا تربية وطنية قويمة فهمين إنه الحاجة هي حقنا زي ما في البيت ما بنرمي الحاجة زي ما إنه في الشارع ما بنرمي الحاجة إذا أصبح جوانا كسودانيين إنه في تساوي كامل شامل لأن الشارع يساوي البيت يساوي الصالون يساوي الحلال يساوي البرندة يساوي الأوضة يساوي الحمام الشخص هو نفس الحمام الموجود الحمام العام بحافظ على نظرته بنفس المغدار ما أنه أنا حاطنع منه وحخليه ما يزول البعدين إذا وصلنا للعقلية دي البلد تكون نظيفة جدا لأنه فيها التوازن أي وابد إنت هنا حققت التوازن بنكون حققنا التوازن واتخلصنا من التناقض الموجود بالضبط والإشكال هنا في إنه نحن في كتير من الحاجات بنفترض إنه الشخص الجاي ورانا ما بيعمله الحمام بس أخذوا لأنه حمام عام لأنه ورأي بيجي بيعمله الشارع حارم القرورة لأنه شركة النظافة هتيجي تعمله والمفهوم هنا مركب نحن بنقول إنه عربتة الوساخة وصح دي عربتة النظافة نحن أصحاب الوساخة نحن أصحاب الوساخة عشان كده أقول لك إنه يحصل مكاشفات إنه نحن ما ركود ندارف الحاجات ونحاول نقومها أو نحاول نديها سبغة بتاعتها سلام نحن والله الظريفين لكن لا لا نحن نخط الحاجات زي ما بقوله على بلاط على بلاطة في إنه نحن أصحاب الوساخة نحن بنوسخ الشخص البيجي ما هو الشخص بتاع الوساخة الشخص البيجي هو الشخص النظافة صحيح العربية اللي بتجي ما هي عربتة الوساخة هي عربتة النظافة المفاهيم دي يجيب أن تزرع بشكل سليم في الأجيال الحالية وفي ما يلي من أجيال لأنه إذا تركبنا المفاهيم الصحيحة في أبنانا في بناتنا وفي كل الأجيال جاية بنصنع طوال مفهوم بتاع إنه لا يصح إلا صحيح وإنه المرة جاية نحن ما بنرمي لأنه نحن بنرهق شخص تاني ودي بيسوقني أو سازة إيمان اللي نقطع زمان لما ندعلمنا في المدارس عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة لورا كان في حاجة حسي قلت في المدارس لأنه القصة بي قد فعل بريشتيج وفعل شكل شوية مختلف إنه زمان نحن كنا مجبرين إنه ننظف الفصل صحيح بنشارك في عملت النظافة بالتالي بننشأ في تربيتنا وهي وزارة التربية والتعليم بننشأ في تربيتنا قايمين عمل النظافة وبنحافظ على نظافة الفصل ما بترمي حاجة في الفصل لا ورقة لا براية باقي تبرل قلم تقوم ترمي لأنه في النهاية فبالتالي نشأ جوانا وازع أساسي وحركة ذاتية بإنه نحن لا الفصل ما نوسقه لأنه نحن ننظفه المدرسة حوش المدرسة ما بناكل الفطور ونقوم بنرمي الجريدة الملفوفة والكيسة الملفوفة لأنه في النهاية نحن نعمله فينبغي إنه الحاجة تعود للمدارس صحيح عشان ينشأ جيل موجود واعي فاهم بإنه أنت مفروض تشارك في الحاجة وبدع إنه المؤسسات برضو الموجودة حتى على مستوى الشركات وعلى مستوى المؤسسات المختلفة والحكومية إنه شاركوا في حملات نظافة عشان يوحيوا المواطن بشكل واضح جدا هو الموظف المعام بإنه هاي القصة التي تحت توسخها أنت لها تنبغي بالضبط ده كلام مهم وكلام عظيم إنه بيخلينا نفكر إنه الآن إحنا مفروض نعمل شنو ونقوم بأدوار شنو على مستوى المواطن على مستوى الحكومة وهنجي بشي من التفصيل والجانب المهم أكتر بمسألة الولاء للوطن والهو بيكون موجود من خلال البزر الأولى واللبنة الأولى الموجودة في المدارس وتمليك هذا الطالب محبة النظافة مش بمشاركات إسبوعية أو سنوية أو على حسب الموسم عشان ما تبقى النظافة هي من فترة لي فترة وإنما هو سلوك يومي كل الأمور دي أفتكر إنه هي مهمة جدا إنه إحنا نواصل بشكل مفصل أو نوع من التفصيل نمشي فاصل مشاهدين ونرجع تاني لكمل هذا الحديث المهم جدا في السلوك السوداني الذي دائما هو ما يكون ما بين وبين ما بين النظافة وبين تعديل المفاهيم ندقاكم إن شاء الله بعض الفاصل بكمان جديد أتحايا وترحب بكم مشاهدين الكرام في هذا المساء الجميل هذا المساء النظيف الذي يعبر عن سلوك بالتأكيد حضاري جدا لسوداني أصيل فقط هي بعض المفاهيم التي نحاول أن نغيرها للأفضل ومحاولة كشف ومكاشفة كما تكرر ضيفنا بوضع المواعين في نصابة حافظوا على وساخة مدينتكم شوفوا هي ذاتها ما بتبقال لكن الفكرة في إنه العقل لا يستجيب ولكن السلوك للأسف هو موجود إذن نحاول تطوير السلوك تغيير المفاهيم وبالتأكيد الارتقاء بهذا السودان الكبير الذي يستحق أهلا بكم مرة تانية وأهلا بضيفنا بعض الفاصل أحمد يحيزي بير وهو كاتب ومستشار تطوير أعمال أهلا بكم مرة تانية الله يكريمك وذاته هي النقطة المقصودة في إنه نحن بدل من قول حافظوا على نظافة مدينتكم المفهوم الصحيح في إنه نحن نطح السلوك كما هو إنه نحن من خلال سلوكنا قاعد نحافظ على وساخة المدينة وليس على نظافة المدينة وينبغي إنه لا يصحي إنه صحيح ومفروض إنه نكون الحاجة الصح إنه نحافظ على النظافة لكن بموجب الأفعال إحنا بنحافظ على الوساخة نعم عموما إحنا ماشيين فيه إنه نحافظ على النظافة ونطور مسألة النظافة كسلوك شخص أصلا موجود في جينات الشعب السلاني ولكن الترجمة هي كانت طريقة خاطئة جدا وهي موجودة وواضحة في الشوارع يعني هي لا تكذب دبقى المسألة بإنه بدأنا قبل يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل في مواضيع مهمة جدا ليه علاقة بيننا إحنا الآن كجيل وبالنسبة لي عموما الجيل الأكبر يعني دايما هو بتكلم عن نظافة السوداني وسمعته معروفة في كل الدنيا وفي الستينات اللي إحنا أخذنا أنظف عاصمة سودانية وأنظف عاصمة إفريقية هي كانت الخرطوم والأغاني اللي كانت طالعة الخرطوم بالليل والأسفلت اللي كان بيتغسل بالصابون والديتون بكلها أمور بتخلي الناس طيبة حصل شنو المسألة أفتكر والمحكة الأساسي اللي إحنا بنتكلم فيه إنه مسألة مشاركة وديه حتة النقطة اللي إحنا جايين نتكلم فيها مادام المسألة إيكول اللي هي إنه الدور الأساسي اللي بيقوم به المواطن مع إنك بتوفر له معيناته بعد هنا هو لو ما عمله ما استجاب فعلا بيأخذ الاسم ده وينطبق عليهه تماما وبذات الكيفية إحنا عندنا حكومة لابد إنها تكون موجودة حاضرة بتوفر بتساعد بتدي إحساس بإنه أنا بعمل وبيتهد فعب علينا إنه إحنا ننتهي السلوك سيء فخلينا نتكلم عن مسألة المشاركة بتوازن لأنه إحنا عندنا المشاركة بدون توازن يعني بتلقى إنه الشباب هو قايم فوق لكن بتلقى الحكومة متراخية جدا أو بتلقى العكس فخلينا نودي الأمور في حتة بتاعت التوازن بنقدر لحقيقة كيف طيب أول حاجة كالترخير كتها سيئة نقطة يعني يعني مفصلية جدا في مفهومة ساسية ودي جزء من سلوكياتنا برضو دي ممكن نتكلم عنها في حلقة لاحقا لكن دايما نحن عندنا نقفزة إلى الوراء في التاريخ بنعول في الكورة نحن كنا أفضل سنة سبعين صحيح وكاس سنة سبعين وكاس أفريغة سنة سبعين بنعول على النظافة السودان كان شوارع بتغسل بالديوتول وتغسل بالصابون وترشب الماء بنعول على الماضي دائما نحن ينبغي أن نأخذ الغفزة ليس إلى الوراء إنما قفزة إلى الأمام صحيح الغفزة إلى الأمام دي نحن محتاجين زي ما قلت إنه الخطوة الأولى في معالية أي أمر إيجاد المشكلة وطرح المشكلة بشكل واضح أيوة إثنين لديه مكاشف يعني من ضائرة ما ندى بوليش ما نحاول ندسة ما حاجة بواضحة مفروضة ينبغي أن تتخطى في الطاولة ودي زاتي من المفاهيم الوضعات السورة بشكل واضح جدا إنه أي حاجة خططة في الطاولة بقى ما في يعني حاجة تتدسة وحاجة بيحصل فيها يعني مواربة بالنسبة لأوناس خطة بالجنباء السنائية ما بين الحكومة والشعب ما بين الحكومة ولجان التغيير لأننا ما نرغف المجهود هنا في مبادرة الأيان تشغال على مستوى أحياء الخرطوم المختلفة وهنا دي واحدة من مصائبنا أنه دائما التعويل بيكون على مستوى الخرطوم والسودان وخلينا ندي هنا نتهز النقطة أقول السودان ليس الخرطوم صحيح ودي حاجة مؤسفة أنا زول ودي الخرطوم سبعة جدود بالنسبة لي لكن بيشوفي لكل أطراف السودان المختلفة على مستوى السنوات بقول أنه في ناس كتير حتى النخبة السياسية والناس الموجودين على مستوى الخرطوم هم دائما تفكيرهم أنه الخرطوم هي عبارة عن كل السودان في ولايات أهمة وفي ولايات عندها ينتاجه وتساهم في اختصاص السودان بشكل كبير فهماكن بتاع الدهب بتنتج بالنسبة لأختصاص السودان وتساهم في رفعته أنا ماذا أرد لعبر خارج نص الحلقة لكن خلينا أقول حاجة أنه ينبغي التركيس دوالنص بضبط أنت فاهم أنه لما تتكلم حتى على مناطق الدهب اللي أنت بقلتها حسي وأنه المخلفات اللي إحنا يمكن جيبناها كده مرارا دي عليها ثروات حقيقة وعليها دخل عظيم يعني هو ممكن يغير حقيقة في اقتصاد السودان فبالعكس أنه كله هو أعمالية مربوطة مع بعض صحيح أيوة في الله هنا بتبقى أنه في أماكن وفي مدن مهم جدا أنه نفس مقدار التنمية اللي قاعد يتم على مستوى الخارطوم ينبغي أن يتم على مستوى كافة ولاية السودان من كل شخص في على مستوى الشرق غرب جنوب شمال السودان ككل بأطرافه بكبر السودان ده نظر تحتفي وتحتزي بأماكنه وبمدنه ما ضروري كالشال فيه اللي الخارطوم أنه يزل إجا نازح من كل فجين وصوب لأنه هنا الشغل والاختصاد قائم هنا ينبغي أن يحصل تنكين على مستوى الولايات بزاته من مستوى التطوير والارتقاء بها نعم طيب نرجع نعود لأصل الأمر أنه في زي ما قلت لك مبادرة الآن على مستوى الخارطوم وأتمنى أن الحياة تعمم على مستوى كل ولاية السودان أنه في مشاركة ما بين الحكومة ومشاركة ما بين لجان التغيير على مستوى الأحياء أنه استعدادا للخريف القادم أنه بعمل عملية بتاع التسوية بالنسبة للشوارع فتح بالنسبة للخيران وطبعا نحن نعودنا على مستوى النظام البايد لمدة 30 سنة لأورا في حاجة لطيفة تحصل في غني العقد الجاد اسمها فاجأة النهار تغريبا نحن كل سنة بنتفاجأ بين الخريف وكل سنة الخيران مليئة بالأوساخ وكل سنة الخيران مقفلة والخطوط مقفلة فكل سنة تتفاجأ الحمد لله محمد قبل الخريف بدأ بشكل أكبر وذاته من حاجة الثورة المجيدة حصلت أن الخيران تتفتح لجان التغيير تتشتغل بضغط مع الحكومة بينه دوم لودرس دوم آليات وحفريات بحيش أنه تحفير بحيش تنظف الخيران تدي مساحة أن المياه تقوم تعبر لأنه على مستوى كل سنة يكون في خسائر جمع ناجة من أن الأوساخ قاعدة ونحن بنحافظ على وساخ مدينتنا ونرمي الأوساخ برضو في الخيران وذو ظاهرة ما سليمة وظاهرة سيئة جدا بتكفير الخيران بتعويل أنه لسه الخريف ما جفت يلا بيحصل أن المياه تدي وبدي بتدفك بيحصل فيضانات في ويود بتغرك في ناس حالهم بسيط جدا وفواضع بيقوم الناس دي بتتأسر وتتضر في أماكن كثيرة جدا بتحصل فيها إشكالات كبيرة قريبا قد كان في فيديو حايم عن مستشفى القضار في أن المياه خشت جوا المستشفى وجوا العنابر طبعا دي مصيبة فينبغي أنه الإدراك لأنه الإدراك القبلي والفعل الاستباغي والتجهيز بالضبط والتجهيز بالشكل كبير جدا لأنه الأوساط حتى تبقى للمتكاليف يعني لما تكون قبل بتبدأ العملية بتكون تكاليفة أقل بمراحل وبكميات يعني كبيرة جدا حقيقة من الأموال ومن الجهد برضو من أنه أنت بتلقى الخسائر لما تبقى فيضان بتبقى أنت في خسائر كبيرة جدا وتبقى في مشاكل بيئية بالدور نفسك وبالدور غيره عموما هي لسه نحن هنا مجموعة من الكلام الجميل والمهم لكن هو على هذه الخلفية الجميلة وخلفية النظافة وخلفية السلوك الحضاري نستمع لأغنية رائف شنو ونرجع عليكم مشاهدينا تفضل معنا عز في هواك عزني حيا الجبال للبرد صفاك عزني حيا النبال عز ما سليت وطن الجمال ولا ابتغي البدير غير الكمال وقلب لا سوار ما شوفت مالي وديني باليمين وانا رابي الشمال عزني حيا الجبال ليل بخود صفاك عزني حيا لبالي موسيقى 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 عزني إحلى اللي بي عز في الفؤاد سحريك حلال ونهى الهواء شفاء تيهيك جاي ودمعي في هواك خلوكا للذلال تزيد كل يوم عظم إصداد جلال عز في الفؤاد عزني إحلى اللي بي ليل بخوت صفار عزني إحلى اللي بي عزني إحلى اللي بي موسيقى 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 يا سلام على الأغاني الوطنية عندها إحساس مختلف داخل كل شخصية سودانية دايماً للأغنيات المبتموت واللي بتجدد فينا حبنا لوطننا واللي بتجدد فينا إعزازنا لوطننا وبتجدد فينا المفاهيم الحقيقية اللي هي موجودة ولكن تحتاج منا لإعادة نوع من التفكير الإيجابي اللي مفروض يكون موجود ودعم كل واحد للآخر نتمنى إن شاء الله أن الأوضاع كلها تنصلح ونتمنى بإذن الله أن كل الناس تضافر الجهود بشكل كبير لتحقيق العالم الكبرى والعظمى بجعل هذا السودان دائماً اسمه يرجع تانو يرفرف ما بين الأعلام المتحدرة سلوكياً وعلى مسؤول المفاهيم لم يكن مرتاناً مشاهدينا وبتأكيد خلال الحديث في هذا الموضوع لأنه موجودة حقيقة وما بالمقوم على حسب التسمية اليوم ولكن هي حقيقة رصد للمفاهيم الأساسية داخل كل شخصية سودانية وهي بادرة لوضع استراتيجيات جديدة ووضع مفاهيم جديدة وأسس متشاركة ومتوازنة ما بين الحكومات وما بين المواطنين وغرسها في هذا الجيل الجديد الذي سوف ينطلق بمفاهيمه لمستقبل إن شاء الله واعد يبقى هي المرحلة دي هي المرحلة مرحلة البناء هنبنيه مفهوم جميل وجاء تصادقاً مع السودانية ومع مبتغى الشخصية السودانية الأصيلة ومع إرث حقيقة هو موجود في شخصيتنا النظيفة جداً ونظيفة نظيفة نواية من جوه وبره محتاجين وضع استراتيجيات ومفاهيم جديدة حقيقة على كافة المستويات ناقشنا في الحلقة قديمة ووضع مهم جداً أستاذ أحمد يبقى إنه حقيقة محتاجين إنه نملك الناس كثير من المفاهيم المستقبلية اللي هي هتبدأ من الليلة لباكر شنو الحاجات اللي إحنا ممكن نشفها لي قدام على مستوى المناهج الآن اللي إحنا بنضعها الآن بتفيد الأطفال على مستوى الحكومة والسياسات اللي الآن إحنا بنساعدها برضو كمواطنين على إنها تقدر تساعد نفسها وكيف إحنا ممكن نقدم برضو للمواطن بعض الخطابات البسيطة اللي هي ممكن تساعد وتساعد خلينا نخد رسالة في بريد كل واحد ونبتدي برسالة في بريد الحكومة الحالية رسالة في بريد الحكومة الحالية إنه عارفين إنه المهمة صعبة البلد في منعطف سياسي اختصادي اتماعي كله في منزلغ كبير جداً لكن الاهتمام بالجوانب ككل هو مهم وإنه وضع البزور في كل جانب من الجوانب المختلفة الاقتصادية الاجتماعية مطلوب بالنسبة لنا في السودان والحكومة ما مفروض تكون شغالة على مفهوم رزق اليوم بليوم صحيح مفروض تكون في قطط استراتيجيات طويلة موجودة في كل حاجة على مستوى التعليم مفروض تكون في قطط على مستوى ترغية المجتمع مفروض تكون في حاجة على مستوى الصحة يعني إنه ما إنه لما تكون في كورونا معناه الموضوع المهيمن الأساسي في آداء الحكومة الأساسي الأول والأولى هو كورونا فقط صحيح هو مرض معضلة كبيرة جداً هز اختصاد الدول ككل لكن إنه تركيزنا مفروض يكون على كل الحاجات في آن واحد طيب ويكون في نتائج ملموسة ما إنه فقط هو تركيز من باب التركيز فالرسالة هنا في إنه الاهتمام بالجوانب بتاع ترغية الشوارع ونظافته وكده في إنه ممكن تتوضع براميل قصص تفاصيل حتى لو بمجهودات برضو من لجان التغيير و لجان الخدمات والأحياء بشكل عام دون تخصيص إنه ممكن تساهم مع الحكومة في إنها توجد الحاجة دي في إنه تساهم مع العربات بتحت النظافة إنها تقوم تجيه تشتشرف على وما إلى ذلك نعم فذيبقى رسالتنا للحكومة إنه على أدوار كثيرة جدا موجودة في جوارب مختلفة جدا ما فقط إنه التركيز ورزق اليوم باليوم في الحاجات الموجودة الآنية طيب الرسالة الثانية تكون في بريد المواطن السوداني لينا كلنا أيوة هو أنا أول الناس فإنه ينبغي إنه نتذكر لما نجي نرمي في الشارع إنه والله السلوك ده طاله ونعمله في بيوتنا ما بنرطضيه لنفسنا ده المفوضة يكون مغياس بتاعنا ما بتعمل الحاجة دي في بيتكم ما بترطضيه ما تعمله في الشارع صحيح بأبسط حاجة يتذكروا إنه الحاجة دي ما بتعمله في بيتكم ما بتعمله في برندة بيتكم في صالون بيت في أريشة بيتكم الكلام ده معناه ينبغي إنك ما تعمله في الشارع العام ولا ترطضي إنه الغير إنه يقوم يعملوا وإذا أصلا شفت الغير نفس الله سلام قال إنه من رأى منكم مكرم فليغيرهم بيده بلساني وإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان بيبقى إنه وكل اللذي أنا السماوية حسد على النظافة بمناسبة كان موجود في التوراة كان موجود في الإنجيل كان موجود في الإسلام بيبقى إنه الفهم حتى لو شفنا غيرنا بيخطئ بيعمل الحاجة دي بشارع ممكن ننبغيه بطريقة ضريقة باكتزامة بدون شكل صحيح تمام أنه هناك ناس يقول لك والله زول ممكن يحرجني يمكن يقولوا أنت مالك وإشارعابوك اللغة بنستخدمها مراتا موجودة في الشارع السودان فيبقى إنه ينبغي إنه التنبيه بشكل لطيف بشكل جميل إنه الزول يعيلى الحاجة دي بإنه يا أخي لو جدعنا هناك ما لا ممكن تقول في ناس ممكن يتحرجوا في ناس ممكن تكون بمسابة رادع بالنسبة لهم تاني ما يرجعوا صحيح فدي الرسالة الثانية في بريد المواطن السوداني الرسالة الثالثة في بريد شركات النظارة وعمال النظارة إنه والله نقول لهم شكرا من صميم القلب صحيح شكرا من صميم القلب لأنه هم بيزعوا دائما أي نعم دي مهنتهم أي نعم هم بيختاتهم منها لكن دي حاجة مهمة إنه نشكرهم وصغفت الشكر دي أستاذ إمام منحسي ممكن نفرد لها حلقة لأنه صغفت الشكر فاضح في شوية في مجتمعنا السوداني الرسالة صحيح تمام ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس طبعا الشائعة إنه في نقول الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله وهي العكس صحيح فتبقى إنه المزانة من لا يشكر الله بيبقى إنه السليم في الأمر إنه نحن نقول لهم شكرا على ما تشكركم شكرا عليكم بتلبسوا كمامات طبيعية صحيح زي ما حسن الناس يدعود على الليبسة كمامات بعد الجائحة بتاعة كورونا وكده لكن من زوان هزي يلبسوا كمامات وفو الناس ما بلبسوا كمامات بجافة الروايح دي كله سوى للأوساخة اللينا ولا للأوساخة الناشفة الجافة هم بشيلوه بيدعملوا معها وبفتشوه بيهبشوه بيدين إنه مرض بيطلعوا لهم منها حيات بتنفعهم وكده من بقي إنه نحن نقوم نشكرهم لأنه بعد ذاك إنه إذا ما وجهنا لهم خطاب الشكر ده 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 تبكون بمسابة دافع وحافظ بالنسبة لهم نقطة دي تسمح لي؟ نعم مع الشكر اللي إحنا بنقدمه لهم نقطة مهمة لهم بإنه هما بيقوموا بدور وطني صحيح ودور حقيقة عظيم ماش هو بس مجرد الدور المهنة اللي هو بيقوموا بها فحقيقة هي ده بس حبيت أضيفة قال الله يكرم لك الرسالة الرابعة في بريد وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم ده مفهوم معروف ومغروس النظافة جزء من المفاهيم الأساسية المتبطة بالتربية صحيح والتربية ذات نفسها جايمة على ركايز أو التربية النشئ بشكل عامة ومفاهيم جايمة على ثلاثة ركايز جايمة إنه أي طفل بحتاج لتربية بحتاج لزراعة بتاعت محتقد صحيح بحتاج لعاطفة وبحتاج لرعاية نحن دائماً تركيزنا على الرعاية أكتر أكتر من مفهوم إنه غرص القيم الأساسية وأكتر من مفهوم العاطفة العاطفة دائماً بلقاء والطفل والرعاية بلقاء لكن الغرص المفاهيم الأساسي في الأطفال إنه بكون أجمل وألطف في إنه يدخل من ضمن المناهج الصحيح التربية والتعليمية يدخل من ضمن المفاهيم والحصص الأساسية يدخل في الجانب الـ practical التطبيقي بحيث أنه يكون في أيام حصة عديل حصة طاعة نظافة زي زمان ترجع حصة النظافة الموجودة أنه عارف ويساهم في فصول موجودة بالبحور بتاعته أنه الفصل مثلا سنة سادسة أو سنة خامسة أو سنة كده ألف أو بأ أو جيم أو كان أياً كانت نسميها سوى في المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية أنه يرجع يكون في حصة صعبة يساهم النشئ ده في أنه ينظفوا مدارسهم لأنه لما نبدأ بالمفهوم زي ما قال الحكيمة الصيني قال حلمت بتغيير الكون والعالم كوكل وأنا في الصغر كبرت شوية شوية فلقيت أنه صعب بالنسبة لي أغير الكون فحلمت بتغيير الغارة بتاعته فكبرت أكتره وكان عندي وعي فأصبحت أحلم بأنه أغير بيتنا أو أغير على مستوى الأسر الكبير كبرت أكتر لقيت أنه والله التغيير بيتم على مستوى البيت والأسرة لما أنا الآن على فراش الموت لقيت نفسي أنه أنا كان مفروض أغير نفسي والتغيير على مستوى نفسي لأنه لو كان غيرت نفسي كان غيرت الأسرة وكان غيرت الدولة والمدينة بتاعتي وكان بعدها غيرت العالم فينبغي أنه هنا نوصل لأطفالنا والنشأ القادم أنه الإدراك المتعلق بأنه إذا ساهمت في نظافة فصلك ومن سمى نظافة المدرسة كويس بالتالي لنصل لأنه نحنا نقوم نصل إنك بتنظف الحي أنت عارف دي واحدة من الحاجات الجميلة فيها شنو بأنه مع النظافة أو حملة النظافة اللي بتعملها المدارس دي والأسرة كانت في حصة الفلاحة والزراعة ودي بطريقة غير مباشرة هي بتعمل لنا الجانب اللي هو علاقة بتربية حب البيئة لأنه نحنا بنتكلم عن بيئة فلما تبدأ بزرع الشجرة وتمسكها وترعاها وتشيل منها الحاجات الممكن تأثر عليها بتولد برضو عنده الجانب البصر بأنه بحب الجمال وبحب النظافة وبحب الألوان وفي نفس الوقت ما هيقبل إنه حوالينا الغرس اللي هو عمله ده يقوم يبشتنا ولا يبوزه ببعض الحاجات النفايات اللي ممكن تكون موجودة وده سلوك إنه ممكن يكون سلوك غير مباشر بإنه بدلا من نقول له هو نظف لمن هو يشوف تبقى بديهية المسألة أكتر من إنه هي تبقى مسألة بتاع التوجيه مباشر يعني فأفتكر إنه محتاجين حقيقيا نحن نعدل هذه المسألة هل عندك رسالة بريد أخيرة؟ طعم رسالة البريد برضو للآباء والأمهات آباء والأمهات نحن دائما آبانا وأمهاتنا في البيوت السودانية ونحن كآباء أزاتنا كوالد دائما نحن لما يحصل خطأ طفل بننفعل في إنه ليه رسمت في الحيطة وليه أنت عملت كده لكن بعد ذلك هنا فيه تقويم للسلوب بتاع الطفل اتجاه النظافة وعشان يحافظ على النظافة بإنه أنا أشرح له رغم واحد السبب في إنه هو مفروض حافظ على النظافة ليه أيضا النقطة الثانية في إنه بخليه شارك في نظافة الحاجل هو هو السخة صحيح النقطة الثالثة بشكره على الحاجل فليه ثلاثة خطوات أساسية ينبغي على الآباء والأمهات على مستوى البيوت وليه حسالة آخيرة في بريدهم ينبغي إنه يحافظوا على الحاجل عشان يخرج نشأ هو فاهم شنو السبب في المحافظ على النظافة عشان ما يكبر ويكونوا بحافظ على الوسائل نفهم ليه نساعده في الطريقة والآلية كيف ونشكره على الحاجل جميل لأنه الإنسان كان صغير كان كبر كل ما يكبر الإنسان أو يصغر في حاجة أساسية الهدية والشكر جل حاجتين في نفسي يزود يدخل السرور صحي وأدخلت السرور بكلامك الجميل ونشكرك العظيمة وإحنا شكري لك كثير حقيقة عشان كنا احنا قلنا إنه ممكن يكون عنوان حلقة صادم لكن هي مسألة تغيير المفاهيم ووضع كل الأمور في نصابة ومسألة استراتيجيات بسيطة جدا وسهلة جدا هي مسألة تغيير إدراك حقيقة بتساهم بشكل كبير في إنه نقدر نعمر بلدنا ونخليه بالشكل المطلوب سيد أحمد إحيزبير مستشار تطوير الأعمال والكاتب شكرا جزيلا لك على حضورك وبالتأكيد كل أبعين إن شاء الله سيكون معاك في تغيير مفهوم جديد إن شاء الله يحقق أهداف الثورة السودانية ويحقق هذا النماء لهذا الوطن كبير إن شاء الله وكتر ألف خيركم وإن شاء الله نقدر نصل لسلوكيات هي أفضل ومفاهيم هي أفضل تتناسب مع الثورة السودانية المجيدة الارتغى فيها الشهداء زي ما قلت في المقدمة وإنه ده أقل عطاء بيكون بالنسبة لهم إن يا أخوانا أنتوا فتوا وفدية البلد دي بيروحكم والمفاهيم التي كنت بتحلموا بها والسلوكيات التي بتتمنوا في ناس من ورعكم قدروا يوصلوا بالبلد لها إذن بإذن الله تعالى سوف نقوم على النقطة الأخيرة التي كانت في حياتكم التي كانت بداية حقيقية لنا ولأجيال قادمة نمتن لهذه الدماء ونمتن لهذه الأرواح ونأمل إن شاء الله لها الرحمة والمغفرة ونأمل إن شاء الله لنا القدرة والمقدرة والمساعدة والمشاركة والموازنة لخلق بيئة نظيفة جديدة تحوي هذا السودان الكبير الجميل الذي دائما يستحق كل التقدير شكرا لكم مشاهدين وشكرا من تيم هذا اليوم الأربعاء نلتقيكم بمفهوم جديد الأربعاء القادم وغدا إن شاء الله فريق جديد وموضوع جديد ورجاء حافظوا على نظافة بديدتكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر